قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن هاني العجيزي خلونا نروح لزاملنا فاروق صلاح من على التليفون بس نتطمن على لحظات وصول البعثة وبعثة النادي الآلي إلى الكاميرون وإيه الأخبار والفندق الدنيا عاملة زي هناك زكا فاروق وحمد الله على السلامة برحب بك يا كابتن موصر كابتن اسلام وبرحب الكابتن هاني العجيزي وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابع الشاشة تقنطنا النادي الآلي في كل مكان طب مننا إيه الأخبار ويعني اللي أنا عرفته أو شفنا فيديو منذ قليل لوصول بأثة النادي الآلي إلى المطار في الكاميرون يعني خلينا أقول لحضراتك إحنا حاليا أكلم حضراتك من فندق الإقامة خلاص ويعني تدرطولي من الفندق الإقامة بيبعد عن المطار خمس دايق من مطار جروة إلى مطار خمس فريق النادي الآلي ده أحد الفندق يعني اللي تم اتتاحه مؤخرة يعني هذا الفندق كابتن السلام كان تم اتتاحه منذ شهرين بالتحديد اللي بيبقين فيه بيعتة فريق النادي الآلي زي ما قلنا أنه هو بنبعد عن مطار جروة بخمس دايق طبعا الفريق كان وصل يعني منذ 45 دقيقة في مطار جروة كان في استبال بيعتة الفريق النادي الآلي معاني السفيرة داليا فايز السفير الجمهورية نصر العربية لدى الكاميرون اللي قام بتعمل عن بينهاء كافة الإجراءات وطبعا بالتنسيم على الكابتن السادة وحفيز والسفر أنجيل رئيس البيعسة والكابتن سامير العادلي اللي طبعا يعني يمين جدور كبير جدا لو برضو عرب لحضرتك من التفاصيل اليوم احنا كان الفريق كان الفريق قد تدريب صباحا في تمام الساعة التاسعة على ملاعب جماعة تبريتوريا وكان ده التدريب الأخير لفريق النادي الآلي قبل التوجه إلى يعني العودة إلى مقر الإقامة ومن ثم التوجه لمسار جون سفيرج واستقلال طائرة خاصة رحلة طائرة استغرقت خمس ساعات ونصف على بطن الطائرة طبعا يعني مستر مارسل كولر قاعد بيتابع بيتفرج على الكافة الأمور بيدر السريق القطن الكاميروني حديث طبعا ما بين العديين وقلاص يعني النهاردة المسلة كمانا كان في نسان من تدريب فريق النادي الآلي خلاص فيه روح مع نواية مختلفة وجديدة عند العادة النادي الآلي الأول مرة من بعد مباراتنا ميلي دي ساندون تشوف مستر مارسل كولر فيه اتسامة على وجهه طبعا خلاص التركيز كله بقى في مبارات القطن الكاميروني كان لها الحديث مع بعض اللاعبين طبعا قال لك إحنا المبارات دي إن شاء الله تم بداية مصالحة لجمهور النادي الأهلي ونحاول إن احنا نفوت في اللقائين وننتظر إن شاء الله يعني المبارات الأخرى لكن هدفنا الأول إحنا نفوت إن شاء الله في المبارات القطن الكاميروني ده الهدف اللي شغال عليه لعاب النادي الآلي يعني أنا بأكلم حضرتك دراكي إحنا في المقر فندق لقامة كان من سرعة سريعا تم تسكين كل اللاعبين لعبين طعب كل لعب إلى الغرف حاليا يعني الجاني السوري أرديل طبعا متواجد معا معالي السفيرة داليا فاي على التنسيل لكافة الأمور الأمر بقى المهم جدا يا كابتеле سامن يعني أنا بأكلم حضرتك حاليا طبعا التوقيت في جروى في مصر حاليا متقدم بتاع بساعة عن جروة يأتي التوقيت عند حضرتك حاليا 11 ل 10 التوقيت هنا في جروى 10 ل 10 في التوقيت ده درجة الحرارة حاليا كابتеле سامن بتتكلم في 33 درجة مقاوية يعني درجة الحرارة عالية جدا درجة الحرارة بالنهار بتتروح ما بين 42 ل 44 درجة مقاوية فقط يعني طاقس طعب جدا وتقص حر جدا بس ان شاء الله لعبة النادي باجيس يكون في كامل التركيز هي يعني ان شاء الله في هذه المباراة طيب برضو من خلال الكلام اللي احنا سمعناه وعارفينه ان فريق القطن الكاميروني او ادارة فريق القطن الكاميروني هتفتح الاستاذ مجانا للجمهور وايضا يعني يتكلمه مع المدرب انه في حالة خسرته او تعادله مع النادي الاقلي سيكون او حيتم اقلته اتكلمه ايضا رصده مكافآت كبيرة جدا لللاعبين هل ده واصل للاعبتنا ولا لا مستجد الاسلام يعني هو واصل للاعبين هذا الكلام يعني عملية المسؤولي النادي قطن الكاميروني قرره فتح عبواب الاتهد للجمهور قلص بقى يعني فضل طول طريقة وسيلة كل الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي واصل هذا الكلام للعب النادي النادي الاهلي ايضا المدير الفني الفريق للقطن الكاميروني بعض طبعا البطرين او الزملاء الموجودين هنا اكدونا طبعا ان الامور مبينة ومبينة اضافة هذه القطن الكاميروني مش يعني مش على افضل ما يكون خلاص يعني نتيجة الهزائم في المبارات التابقة في دور المجموعات يعني تقدر تقول خلاص يخليها قدرة القطن الكاميروني اذا ما حضرتك قلت منتظر على لقاء الاهلي لو قدر ان هو يحقق نتيجة ايجابية وده اللي احنا ان شاء الله ما نتمنهوش احنا نتمنى ان هو يمشي من دلوقتي عكب الاسلام ان شاء الله طبعا فلأت الناد الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصال هذه المباراة بإذن الله اعيز برضى اقول لحضرتك ان صباحا هيكون طبعا في الاجتماع الفني الخاص بي المباراة وايضا يعني هيكون فيه التدريب او المؤتمر الصحفي اللي مستر مرتل كولر وايضا المدير الفني لفريق الخطن الكاميروني هيكون في تمام الساعة الخامسة للمدير الفني للخطن الكاميروني وخمسة ومص للناد الاهلي وايضا هيكون التدريب بالنذر الاهلي على الملعب المباراة يتضم في تمام الساعة السادسة يعني اذا ما بايكتب لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله من اللي احنا شايفينه من اللاعبين في التدريبات اللي شايفينه النهاردة وإحنا على الطائرة لأ في روح جديدة في العب النذر الاهلي في هدف ان شاء الله ان هم يصحوا جماعيب النذر الاهلي وايضا كابتان يسام ان هم يصححوا نصار الفريق في البطولة للأفراقية كان لها حديث طبعا على الساعة الانديل لأن الكابتان الخطيب بيتابع معايا كل كبيرة وصغيرة الكابتان الخطيب بكل التفاصيل في كافة الامور الكابتان الخطيب نتابع كل من الظروف الامور الخطة ببعثة طريق النذر الاهلي وتوفير جاو ومناسب للفريق ان شاء الله في هذه المباراة ننتظر نشوف ده مردوده في أرض الملعب بإذن الله كابتان السلام يوم الجمعة قالين نقولك ان المباراة هكون السادسة بتوقيت القاهرة الخلتة بتوقيت الكامير يكون الجو الزبط شوية ايه يكون الجو الدنيا زبطت شوية يعني احسن طبعا من الساعة 3 ظهرا لكن في النهاية كل التوفيق يا فاروق يعني لو فيه أمور أخرى احنا لسه عادين شوية فلو فيه أي حاجة أخرى وتعمل وحابب تعمل معنا مداخلة عشان نتطمن على الفريق عموما أنا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معنا